بطبيعة الحال لازم طول الوقت يفضل فيه تعاون ما بين الدول العربية وبعضها البعض في كل المجالات الممكنة مش هقولك حتى في كل المجالات الممكنة فيه أي مجال لازم دايما يحصل تعاون وقوة الإقليم ده أو قوة الوطن العربي ده أو قوة المنطقة دي هتبقى دايما نبعة من التعاون المشترك والإخاء الدائم غير كده الناس تستضعفنا وتيجي علينا طيب هل فيه تحديات مهمة بتقف قدام المنطقة العربية دائما هناك تحديات من وقت ما بقى فيه عندنا حاجة اسمها منطقة عربية ممكن أقولك الكلام ده مثلا مثلا من وقت الدولة الأموية مرورا بالعباسية بالدول التي انفصلت وانبثقت عنها حتى اللحظة اللي احنا فيها دايما فيه تحديات دايما فيه تربص طبيعي دايما فيه تربص وبالمناسبة التربص من دول بدول ده طول الوقت موجود من ساعة ظهور الحضارة على سطح الكرة الأرضية مصر كان فيها حضارة عظيمة جدا وحصل تربص بيها واستهداف ليها إلى آخر دولة الموحدين المغرب والأندلس حصل تربص واستهداف ليها طول الوقت ده موجود طيب تعالى تعالى نروح على مسألة التعاون المستمر احنا لما نيجي نشوف اللي بيجرى فهتلاقي انه على سبيل المثال حصل الحمد لله في إطار الدعم والتوثيق في العلاقات العربية العربية هناك تعاون أمني مع الدول العربية الشقيقة قام النهاردة سيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري بزيارة الجمهورية التونسية على رأس وفد أمني رفيع المستوى وده للمشاركة في أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب وبطبيعة الحال ده لازم طول الوقت يحصل ولازم طول الوقت هتلاقي الداخلية بتعمل بمنتهى النشاط على ترسيخ هذا الشكل من أشكال التعاونات ده طبيعي اللي بيحصل في تونس نحن لازنا بمنأة عنه اللي بيحصل في أي حتة في المنطقة العربية نحن لازنا بمنأة عنه بل إنه كمان تجربتنا مهم جدا إن احنا نساعد على نقلها وإن الدول اللي حوالين هي كمان تبقى مستعدة لاستلهام التجربة المصرية بتبدأ الفعاليات يوم 2 مارس في العاصمة التونسية كان في استقبال سيادة الوزير لدى وصوله لمطار تونس قرطاج تحديدا السيد وزير الداخلية التونسي والسفير المصري طبعا لدى الجمهورية التونسية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجموعة كبيرة من قيادات وزارة الداخلية المصرية أكد وزير الداخلية لدى وصوله إلى العاصمة التونسية على أهمية المشاركة في هذه الفعاليات وهذه الدورة الحالية للمجلس فضوء تعظم التحديات الأمنية اللي بتوجهها الدول العربية وأشار معالي الوزير إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيء الأمني الثنائي على جهة ومتعدد الأطراف بشكل عام فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بإيه؟ أكبر تحدي بيواجهنا الفكر المتطرف وخد بالك من منطوق الوزير الفكر المتطرف سيد الوزير ما قالش المواجهة الأمنية للتطرف وحسب قال مواجهة الفكر المتطرف ودي هنا حاجة بتعكس طريق التفكير الداخلية المصرية كمان وجه سيد الوزير الشكر لنظيره التنسي على ما لقاه الوفد المصري من حفاوة وترحاب من وقت وصوله للأراضي التنسية وبيشيد بالجهود الدقوبة اللي بذلتها وزارة الداخلية التنسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب علشان هذه الفاعليات تنجح في دورتها الوزرية السنوية فيعني خلونا نتمنى التوفيق لداخليتنا المصرية بشكل خاص وللداخليات لو صح التعبير يعني أو وزارات الداخلية بالمنطقة العربية ككل في مواجهة هذه هذه التحدي الأكبر والأشرس والأهم على الأمن العربي أنا وهو الفكر المتطرف المتطرف موسيقى موسيقى